في جديد مشروعها الديموغرافي بدير الزور افتتحت ايران عدة مراكز لنشر فكرها الطائفي بين اطفال مدينة البوكمال البداية كانت من جامع الحسين في حي طويب الحي الذي استولت ميليشيات ايران على عدد من الابنية المدنية فيه وحولتها لمقرات امنية كما تستعد ايران لافتتاح روضة مجانية لاطفال المدينة والهدف من ذلك كما يؤكد ناشطون هو غسل عقول الاطفال ليكون مشاريع ثأرية مستقبلا يصبح معقولا معها قط الأغلبية السورية أو ما تبقى منها بدعوى الانتقام لأهل البيت كما تركز سرديات الخطاب الطائفي لملالي طهران يحدث هذا بالتوازي مع محاولة ايرانية لتغيير هوية البوكمال التي شهدت مؤخرا أول حالة زواج متعة وقبلها رفع الأذان على طريقة الشيعية وبناء المزارات الوهمية في هذه المنطقة أو تلك فيما تسعى طهران لتجنيد الشبان والشراء الذمم إما بالمساعدات الإنسانية أو بإعمار ما دمرتهم ميليشياتها مستغلة عتبة اقتصادية متردية للأهالي أوصلهم لها نظام الأسد الأب الذي أسند لشقيقه جميل الأسد نشر التشيع بالمحافظة منذ ثمانينات القرن الماضي عبر ما يسمى بجمعية الإمام المرتضى المدعومة إيرانيا تأتي هذه المحاولات عقب زيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني لمدينة البوكمال وحفه قادة ميليشيات بلاده على الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع واشنطن لكنها مواجهة واقعة فعلا بحق أهالي دير الزور وهنا تبرز تساؤلات عما إذا كانت تلك المحافظة بعشائرها العريقة ستنتفض ضد تمدد الإيراني أم أنها ستضرب صفحا عما يحاول إلغاء ماضيها وحاضرها وربما مستقبلها